السلام عليكم أهلا وسهلا كديري لبس عليكم كانت منكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير الدرس دينا اليوم مادة نشاط العلمي كيف أصنف الحيوانات حسب وسط عيشها إذا لاحظوا معي الصورة جيدا هناك من الحيوانات التي تعيش وسط الماء وهناك من الحيوانات مثل الغزلان تعيش في البر إذا هنا السؤال يطرح نفسه كيف أصنف الحيوانات ودائما السؤال ينتهي بعلامة استفهام إذا يمكن أن أصنفها حسب وسط عيشها هل تعيش في الماء مثل الأسماك مثلا أم تعيش في البر مثل الغزلان إذا ننتقل إلى الإنجاز لدينا أملأ الفراغ بما يلي حيوان بري، حيوان مائي، حيوان برمائي حيوان بري يعني يعيش في البر مثل الغزلان، مثل الدئاب، مثل الخرفان حيوان مائي معناه يعيش وسط الماء مثل أسماك وأنواع الحوت إلى غير ذلك حيوان برمائي يعني يعيش في الوسطين معاً يمكن له أن يعيش في الماء، ثم كذلك في الوسط المائي أو في الوسط البري إذا نلاحظ الصورة عندنا يعيش الفيل في وسط بري، بالطبع يعيش في البر، إذن إنه حيوان بري السمك يعيش في وسط مائي، إذن يعيش السمك في وسط المائي، إنه حيوان مائي الضفدعة تعيش في الوسطين، البري والمائي، إنها حيوان برمائي إذن هنا يمكننا أن نستخلصاً ملخصاً بسيطاً حول الدرس، يمكن تصنيف الحيوانات حسب وسط عيشها إلى ثلاث مجموعات هناك حيوانات برية، مثل الفيل والغزلان الأخيرة، هناك حيوانات مائية، مثل أنواع الأسماء، وهناك حيوانات برمائية، مثل التفاضع والتماسيح إذن ننتقل إلى التمر الأخير، أملأ الفراغ بما يلي حيوان بري، حيوان مائي، حيوان برمائي إذن لاحظوا معي جيداً الصورة الأولى، هي الصورة لتمساح، والتمساح يعيش في النهر، وممكن أن يعيش في البر كذلك، لذلك نسميه حيوان برمائي القرش أو أنواع الأسماء الضخمة أو الحوت مثلاً، حيوان مائي يعيش في البحر، إذن هنا الأرنب هو حيوان بري، لأنه يعيش في البر، وبالتالي نكون أنهينا هذا الدرس هذا، وكنتمنى أنكم تكونوا استفدتم معي، وإلى اللقاء في درسين قديم إن شاء الله، وما تنسونيش من تشجيعات ديالكم، واللايكات ديالكم، باش نزيد القتم إن شاء الله، وشكراً لكم.